اهلا بكم كلفت خسارة منتخبنا الوطني لكرة القدم او امام قطر في المشهد النهائي لبطولة غرب اسيا عددا من الارقام المعنوية والمادية فبدلا من الحصول على جائزة المركز الاول ومقدارها 300 الف دينار حصل المنتخب على جائزة المركز الثاني ومقدارها 200 الف دينار كما كلفت الخسارة النشامة فقدان 32 نقطة في لائحة تصنيف الدولية التي ستصدر عن الفيفا يوم الخميس المقبل رقميا ايضا يستطيع المنتخب الوطني والجهاز الفني دخول موسعة جينس من حيث عدد اللاعبين الذين تم استدعائهم للمنتخب منذ ان تسلم المدرب حسام حسن مهامه كمدير فني جديد للنشامة منذ شهر تموز يوليو الماضي والعدد المستدعى للمباريات بلغ نحو 50 لاعبا وصل منتخبنا لكرة القدم تحت 22 عاما تدريباته على ملعب الرسيل في العاصمة العمانية مصقط في اطار التحضيرات النهائية للظهور المثالي في النسخة الاولى من كأس اسيا التي تقام في السلطنة خلال الفترة من 11 وحتى 26 من الشهر الحالي وحملت التدريبات الاخيرة التركيز على التكتيك الفني والخطط والمجريات وما يستجد من اشياء خلال دقائق المباراة منذ بدايتها كما طالب الكادر الفني من اللاعبين ضرورة التجهيز النفسي والمعنوي للمواجهة الاولى السبت المقبل امام الكوري الجنوبي في افتتاح البطولة وصل امس الى عمان المدير الفني الياباني للمنتخب النسوي لكرة القدم اوكاياما بعد اجازة خاصة قضاها في بلاده وانتظر ان يضع اوكاياما بعد التشاور مع الجهاز المعاون تفاصيل وخطط البرنامج التدريبي للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس اسيا للسيدات بكرة القدم التي تستضيفها مدينة هوتشي مني الفيتنامية خلال الفترة ما بين الرابع عشر وحتى الخامس والعشرين من ايار مايو المقبل ويلعب المنتخب النسوي في المجموعة الاولى الى جانب المنتخبات فيتنام المضيف واليابان بطلة كأس العالم سابقا واستراليا حامل اللقب حقق فريق جامعة العلوم التطبيقية فوزا مستحقا على حساب مدارس الاتحاد بنتيجة 74 نقطة مقابلة 66 في اللقاء الذي اقيم على قاعة الامير حمزة بن الحسين ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدور اندية الدرجة المنتازة لكرة السلة التطبيقية انهى الشوط الاول متأخرا بنقطتين قبل ان يمسك بزمام المباراة ويسير نحو الفوز فيها ورفع التطبيقية بهذا الفوز رصيده الى عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر وبات التطبيقية بانتظار احتلال صدارة الترتيب عندما يخوض اللقاء الاخير في مرحلة الذهاب يوم السبت المقبل امام فريق الارثوذوكسي تصدر فريق البقع المربع الذهبي للدور الممتاز بالكرة الطائرة بعد ان حقق الفوز امس على فريق الوحدات بنتيجة ثلاثة اشواط دون مقابل في اللقاء الذي اقيم بينهما امس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب البقع انهى الشوط الاول باقي 25 مقابل 18 نقطة والثاني ب25 مقابل 21 والثالث ب25 مقابل 18 نقطة وبذلك رفع البقع رصيده الى تسع نقاط بينما تجمد رصيد الوحدات عند ست نقاط في امبارات ثانية تمكن فريق وادي موسى من ايقاف انتصارات الكرمل وحقق الفوز عليه بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط واحد وهو اول فوز لوادي موسى على الكرمل منذ طلاق الدوري احرز جيمس هاردن 38 نقطة اضاف دوايت هاورد عشرين اخرى ليسهما في فوز هيوستن راكتز على ضيفه لس انجلس ليكرز بـ 113 نقطة مقابل 99 ضمن منافسات دور كرة السلة للمحترفين الـ NBA الفريق الضيف بدأ المباراة بحماس وتقدم بفارق اربع نقاط بواقع 28 مقابل 24 بنهاية الربع الاول واصل ليكرز تفوقه في الربع الثاني وعزز من تقدمه الى فارق تسع نقاط في الربع الثالث حول راكتز تخلفه الى تقدم بواقع 80 نقطة مقابل 67 حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة انتزع الاسباني كارلوس ساينز صدارة الترتيب العام لمنافسات السيارات من مواطنه ناني روما بينما قلص البطل السابق مارك كوما من الفارق بينه وبين متصدر سباق الدراجات النارية خوان باريدا بورت بمنافسات بطولة رالي دكار الدولي في الارجنتين بطل العالم السابق كارلوس ساينز انهى المرحلة في 5 ساعات و20 دقيقة و32 ثانية المركزان الثاني والثالث كان من نصيب كل من الفرنسي ستيفان بيتر هانسل في سيارة ميني وزميله في فريق ميني القطري ناصر العطية الذي تصدر في القسم الأول من السباق وفي فئة الدراجات النارية حالة في الفوز الاسباني خوان بيدرو جارسيا الذي أكمل السباق في 5 ساعات و29 دقيقة و13 ثانية وكان المركز الثاني من نصيب الشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو يريها الاسباني حامل لقب البطولة السابق مارك كوما موسيقى